تعالوا بقى نطمنكم على المستقبل تأهل منتخب الشباب الوطني لنصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب بعد الفوز الكبير اللي حققوه على نظيرهم المغربي بهدفين مقابل لهدف ضمن منافسات الدور الربع النهائي لهذه البطولة المقامة حاليا في السعودية والحقيقة كلمة حقا لازم تتقال الأهداف كلها اللي جات في هذا اللقاء كلها أحلى من بعض سواء الهدف اللي أحرزه المغرب أو الهدفين اللي أحرزهم منتخب مصر للشباب بتستمر طبعا هذه البطولة حتى الخامس من أغسطس الجاري ويواجه منتخب مصر في نصف النهائي فريق الجزائر وطبعا ده حيكون لقاء قوي جدا الحقيقة الفرقتين كانوا تأهلوا المتخب المصري والمتخب المغربي كانوا تأهلوا لهذه المرحلة بعد الفوز في مباراتهم في دور المجموعات فازت مصر على عمان وعلى الصومال وتصدرت مجموعتها وفازت المغرب بالمقابل على السودان وعلى فلسطين وبالتالي تصدرت مجموعتها هي كمان من المقرر أن تقام مبارات مصر وجزائر في نصف نهائي كأس العرب يوم الأربع المقبل إن شاء الله والحقيقة شوية لعيبة زي الفل وشوية حاجات بتحصل كده في أرضية الملعب تطمننا بقى على المستقبل لهم بالذات لا مستقبل رياضة الحمد لله المصرية من تألق لتألق الحمد لله